اشتركوا في القناة والأخلاق واستهداف العادات وبلدنا وأهلنا يشوفون أمور من سيئة إلى أسوأ اليوم نشوف الطعن في رموز الإسلام نشوف الطعن في علمائنا اللي هم كالشمس الشارقة في الأرض طعنوا في البخاري وصحيحه وطعنوا في بنتيمية ومنهجه واليوم يطعنون في شيخ الحديث في زمانه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هم وصلوا للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والطعن في تعاليم القرآن وأحكام الشريعة وآمنين من العقوبة وشوفوهم يغردون الحين في تويتر وعادي والحياة حلوة ولا كأن شي صار ولا تستغربون بكرة يتكلمون على بن باز وعلى بن عتيمين وعلى باقي علماء الأمة لا نتعامل معهم بسطحية ودروشة يا أخي هو خان التعبير يا أخي ما كان يقصد لا تكبرها زيادة الأمر ممنهج والطريق مرسوم والمشروع ماشي جماعة أهل الحديث وشيخها ناصر الدين الألباني ومنها نشأت جماعات أخرى أبرزها الجماعة السلفية المحتسبة وساهم في دفع أفرادها إلى التعدي على مهام الدولة والقيام بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الألباني الله يرحمه ما يحتاج مننا أن نعرف فيه ولكن الواجب علينا أن ندافع عنه ونسكت كل ناعق وكل نابح ونرد على شبهاتهم وعلى كذبهم على الرموز وعلى العلماء علماء الحديث شهدوا بفضل الشيخ الألباني رحمة الله عليه في خدمة الإسلام وفي خدمة الحديث والسنة ويجي واحد تافه روي بضه ما يعرف يصفف جملتين فوق بعض ويحاول يناطح الشيخ الجبل الأشم وبكل قلة أدب ينعته بالإرهاب والتكفير الشيخ له كتاب عن التكفير يحذر فيه من الغلو والتفريط واللي زكاه مين؟ اللي زكاه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه كما أني عندي أنا نستيد بستجيبة كلام جيد للألباني في فتنة التكفير وتأييد الشيخ جازي بن باز له ناقر الدين الآن نحوص إخوارنا المعروفين على العرف القديم وهو من خيرة العلماء ومن الصاد الأقيدة الطيبة ومن من فرغ وقف في الحديث الشريف كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله لماذا تشويه الألباني؟ أي حديث تحتج به عليهم وتقول صححه الألباني حسنه الألباني يقول إيه الألباني المتشدد الإرهابي ما نأخذ بقوله أي أحد يستدل بالألباني ولا يثني عليه يصير في دائرة الاتهام أنت من الألبانيين؟ بعدين أي كتاب للألباني يعارض مشروعهم ولا يعارض شهواتهم يصير ممنوع من البيع والنشر الاختلاط يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء صححه الألباني يوه الألباني مرة ثانية الغنى والموسيقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحيرة والحريرة والخمرة والمعازف صححه الألباني إيش نسوي بالألباني يا جماعة؟ الخمر اللي يسمونها المشروبات الروحية وليش يا أخي ما تنباع في الأسواق الحرة ليش ما تنباع في الأسواق العامة هذه حرية شخصية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها صحيح لغيره عند الألباني يا جماعة بهذلنا الألباني دبرونا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمة وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة حسنه الألباني يا جماعة شنسوي بالألباني عرفت ليش الألباني باختصار أي رمز يواجه مشروعهم راح يكون هدف لهم حتى ولو كان ميتا في قبره يعني أسقطوه وتسقط كل قواله الهدف من إسقاط الرموز حتى لا يبقى للناس قدوات ولا يبقى لهم مرجعية إذا صدقنا هؤلاء الأراضل من يبقى لنا قدوة ومن يبقى لنا رمز من اللي عندهم مرتفع ويرتضونه من اللي عندهم بديل عن هؤلاء الرموز أنت عندك وجهة نظر في مسلمة الكذار اللي يدعى النبوة أنت شعرون شخصية عظيمة ليس شخصية هزلية مثلما يكتب عنها ويروج عنها تجد نتيجة أحدثها مسلمة لا يفضي إليها هذا السبب ما هو السبب الذي جعل مسلمة يتبعها أكثر من 200 ألف ما هو السبب الذي جعل الجيوش تتحرك لها من الحجاز إلى اليمامة تجد مهرج وهزلي بهذا الشكل هل يعقل أن في ناس تركت الإسلام وتبعت شخص لأنه يقول الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير برنامج وتقديم وتكاليف واستديوها الكبر عشان تطلع واحد يقول مسيلمة الكذاب إنسان ذكي وشخصية مؤثرة إيش الهدف يا أبو علوى من هذا الكلام إيش المقصد من محاربة القدوات وإظهار الناس الكذابة على أنها أبطال وشخصيات مؤثرة متذكرين شخصية مؤثرة عندك يا أبو علوى ما نسيناها آخر واحد ممكن نهاجم ناصر القصبي لأن ناصر القصبي أفنى عمره بلا تبدل من أجل هذا الوطن من أجل التنوير ومن أجل الناس فبالتالي لا تهاجمون ناصر ناصر يجب أن نحترمه ونقدره ونجله ونشكره دائما ترى الجماعة ذول من هبلين ما يبون بس يسقطون الرموز ما يريدون حتى يسمعون الألفاظ اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم تغير المفردات السعودية من الثمانينات إلى الألفية مثلا كان إذا أحد عمل لأحد شيء يقول له شكرا بعدين صار جزاك الله خير جزاك الله خير طيب بعدين التلفون ألو صار السلام عليكم الشيء كثير من هذا القبيل هي ملاحظات أنتربولوجية وسوسيولوجية تتبين لك قديش التغلغ البدا يصير رويدا يعني تبي تعلمنا يا الوجه الودر أنت وياه أن الناس كانوا يقولون شكرا بعدين العلماء علموهم جزاك الله خير النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم النبي صلى الله عليه وسلم قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته ومن لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في التناء يعني هذه الأمور موجودة قبل تتعلم شكرا صح هذه الحديث صححة الألباني لا يمشي معكم إلا شكرا هذه صححة كشنا روشلتة آخيرا المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنوعون في تشويه الإسلام والمسلمين مرة يحرضون القبائل واليهود مرة يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه مرة يتهمونه في أصحابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواجههم بتنوع الدعوة وتنوع الحجة فالواجب على العلماء وطلاب العلم وعامة الناس وخاصتهم أن يدافعوا عن العقيدة الصحيحة قبل تشويهها من الأراضل وأن يرفعوا مستوى الوعي عند الناس وخطر هذا المشروع